السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة الشعب الممارية تخصص أعمال البناء الصف الثالث أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات تكنولوجيا أعمال البناء كنا اتكلمنا في الحلقة السابقة عن المصالحات المستخدمة في السلالم وقلنا شوية مصالحات وقلنا نركز عليها عشان مهمة وبتيجي سؤال في الامتحان السؤال بيجي ألف وبيه أول جزء في السؤال اللي هو ألف بيجي مصالحات بيقول لي مثلا عرف الأيمة أو النايمة والكلام ده المصالحات دي هي تتكلمنا عليها في الحلقة السابقة ونفكر ونذكر بعضينا كده وليه ببعض المصالحات المهمة اللي هنحتاجها وبنأسس عليها شغلنا زي مثلا إيه مصالح الدرجة أو تعريف الدرجة أو عرف الدرجة إيه هي قلتلك في الحلقة السابقة إيه دي الدرجة عبارة عن بتتكون من سطحين سطح أفقي وسطح رأسي السطح الأفقي بنسميه نايمة والنايمة دي بنرمز لها بالرمز نون وعرضها عرضها ما يقلش عن 33 سنتي تمام؟ وما يقلش عن 27 سنتي وما يزدش عن 33 إيه صنتي بحيث المساحة دي أو المسافة دي على قد القدم بتاعت الإنسان اللي هو هيتطلع أو هينزل على السلم يبقى دي اسمها إيه النايمة يبقى النايمة برضو في نفس الوقت لو قال لي عرف النايمة هنقول له السطح الأفقي الذي يطئ علي الإنسان أثناء الصعود أو الإيه يطئ يعني هيدوس عليها أو يستخدمها أثناء الصعود أو الإيه أو الوبوط وهو نازل أو هو طالع تمام؟ وبيرمز لها بالرمز إيه بالرمز نون طيب أما السطح الآخر وهو السطح الرأسي السطح الرأسي على مين؟ على النايمة زي إيه قد السطح الإيه الأفقهو هتلاقيه سطح تاني في الوش كده أو في الوش كده هو من تحت تمام؟ بسميه إيه؟ بسميه الايمة هو السطح الرأسي المحصور المحصور ما بين إيه؟ ما بين نائمتين أدي نايمة هي من فوق وأدي نايمة من تحت يبقى نايمة من فوق ونايمة من تحت السطح اللي محصور ما بينهم اسمه إيه؟ بنسميه أيمة الأيمة دي تشبب بنور المزدقيها بالرمز أيه؟ بالرمز قاف وارتفاعها يتروح من نقط لنقط لو قال لي ارتفاع القائمة يتروح من نقط يتروح من كمًا ما يقلش عن 13 وما يزدش عن 18 ما يقلش عن 13 وما يزدش عن كم عن 18 وبعض القتب الأخرى والتخصصات الأخرى قلنا بيهيه ممكن تلاقه ما يقلش عن 14 وما يزدش عن كم عن 18 ويفضل ان هو يكون ارتفاعها متوسط 14 او 13 او اقصى حاجة 15 لان كل ما هيزيد ارتفاع الاي مدية كل ما هيكون السلم عالي كل ما اللي هيستخدمه هيتعب ويحس ان هو ايه بينهج وهو طالع لان احنا بنقل لان اتعامل دراسة بالنسبة علاقة واضحة ما بين خطوة البناء ادم وهو ماشي في سطح افقي تمام وهو طالع على المستوى مائل لا لقينا ان دع في مجهوده بيستخدمه هو طالع عشان كده انت بتنهج وبتحس بتعب ومشقة وانت طالع في ايه السلم مع العكس وانت ماشي افقي مثلا في ايه في الشارع تمام ده بالنسبة للدرجة طب يا ساز لسه انت برضو ايه قلتلي نص معلومة كده عن الدرجة الدرجة برضو ليها طرفين طرف داخل جوة الحيطة وطرف هيثبت على الكوبستة اللي هي هتحبينه عشان ما اعش او الطرابزين اللي هو الطرابزين اللي هو على حرف الدرجة ده عشان ما اعش تمام اصلي ايه وانا طالع او او وانا نازق طب الطرف اللي داخل جوة الحيطة هسمي ايه يبقى الدرجة ليها سطحين افقه ورأسي تمام نايمة وايمة والدرجة برضو ليها طرفين طرف داخل الحيطة وبيسمى الديل يبقى ده الطرف اللي انا ايه اسبته جوة الحيطة تمام بسميه ايه الديل اما الطرف اللي هو من ناحية الكوبستة الترابزين بتاعي تمام الطرف ده بتاع الدرجة اسمه ايه ايوه انا سامع كده حد بيرد علي بيقول ليه اسمه الراس يبقى الدرجة ليها طرفين طرف من جهة الحيط ويسمى بالايه ويسمى بالدين اما الطرف من جهة الترابزين تمام بيسمى بالراس ده ده مختصر بتاع تعريف الدرجة طيب الدرجة اللي في عندي انواع من الدرجات اه في عندي انواع من الدرجات قلنا كم درجة كم نوع من الدرجات قلنا ثلاث انواع من الدرجات ايه هما قلت لك درجة عادية او معتدلة عادية خالص مفهاش اي حاجة عرضها سابت بكامل طولها يعني طول الدرجة مثلا متر هتلاقي المتر دي طول الدرجة دي اللي هي الناي مبتعتي بدأت من عند الرأس تلاتين انتهت عند الدل بكامل بتلاتين إبا دي اسمها درجة عادية خالص أو درجة معتدة أما الدرجة التانية أو النوع التاني من الدرجة اسمه الدرجة المروحية أو يعرف مصالحا بالدرجة المأزنية لما يجي يقول لي مثلا عرف الدرجة المروحية أو الدرجة المأزنية هي هي اللي اتنين واحد هي بتشبيه ريشة المروحة بالزبط عبارة عن إيه يا شباب بيختلف إحنا قلنا في الدرجة العادية عرض النايمة بتاعها ثابت بكامل طولها أما في الدرجة المروحية قلت لك يختلف عرض النايمة يقل عند الراس ويزيد عند الدين يقل عند الراس ويزيد عند الايه ويزيد عند الدين يعني يا أستاذ هتلاقي عرض النايمة بتاعها عرض النايمة اللي هو مثلا 30 تمام عند الراس يعني عند الترابزين عند نقطة التزبيت لأن هي نقطة التزبيت بتاعة الدرجة المروحية هيتبقى من عند الكوبستة بتثبت في عمود في النص كدوات بنسميه الفحل بنسميه يا شباب الدرجة دي هتخش في العمود ده هتتركب هنا تمام وطلع كدوات زي اللي ريش المروحة كدوات يا شباب تمام طيب هتلاقي عرضها قليل من عند اللي من عند الراس وهتلاقي عريضة من عند اللي من عند الديل وتلاقيها جاية مثلا باية بدوران او تلاقيها جاية مثلا بشطفة على حسب شكل اللي الحط طيب النوع التالت الدرجة المشطوفة الدرجة الايه المشطوفة ايه هي الدرجة المشطوفة الدرجة المحصورة اللي لازم ان تكون محصورة ما بين درجة عادية ودرجة مروحية الدرجة المشطورة تمام بتكون محصورة بين درجة عادية ودرجة ايه مروحية يبقى انا افلت القلبة بتاعتي مجموعة الدرج اللي انا طالع ونزل عليها مثلا ايه عدده خمسة او سبعة او عشرة تمام اخر درجة في القلبة دي في المستوى المائل المستوى المائل الواحد بنسميه قلب زي ما اتكلمنا وشرحنا قبل كده اخر درجة فيها تبقى درجة ايه معتادلة طب عايز بقى الف اتجاه السلم بدل اما بدل اما انا ببص ولاقي في اتجاه السلم دوت حتة مربعة كده سمتها ايه سمتها بسطة سمتها يا شباب بسطة الراحة بيبقى شكلها او مساحتها مربعة الشكل طب في الجزء المربع دوت لو انا عايز استغل الجزء ده وعايز اطلع بارتفاع مثلا خمسة واربعين ارتفاع منسوب ارتفاع كده هوت اللي هو ايه خمسة واربعين سنتي اعمل ايه مش هينفع معي ان انا اعمل بسطة يبقى انا اعمل ايه يا بشمهندسين اعمل درجة اسمها درجة مشطوفة درجة مشطوفة وبعد جدوات اروح لفي في اللفة بتاعت بدرجة بدرجة مروحية بدرجة ايه يا شباب درجة مروحية يبقى انا طلعت بمنسوب 15 درجة عادية وبعد كده هوت منسوب 15 تاني اللي ايه الدرجة المشطوفة اللي ايه بتتخلق على بيتها اروح صابق بدرجة كبيرة وبروح معلم على الفراغ اللي موجود اللي هو الفاضي او محصور ما بين درجة اللي ايه الدرجة المروحية والدرجة اللي ايه والدرجة المعتادل اروح معلم وارح قطع بالصاروخ وارح مركبه يبقى دي تركبت ايه بنسميها متركبها على بيته طيب عندي بعد كده هوت يا بشموندسين اتكلمنا في ارتفاع الخلوس وقلنا ارتفاع الخلوس دوات المسافة المحصورة ما بين سطح النايمة سطح النايمة اللي انا بادوس عليه وبطنية القلبة اللي فوقية بحيس ان اي حد لو شايل اي حاجة على دماغه ما يغبط دماغه او الحاجة ديك ما تغبطش في السعف اللي فوقيها يبقى فيه ارتفاع اسمه ارتفاع الخلوس وقلنا الارتفاع دوات بيتروح من كامل كامل يا شباب ايوا من اتنين متر لاثنين متر وعشرين بحس ان انا ما جيبش شاب قصير او مثلا واحد طويل واقول له مثلا حط حاجة على دماغك ويطلع يلاقي نفسه ايه بيكحت في بلط السقف اللي فوقيه لأ هجيب شاب معتدل ولا طويل اوي ولا صير اوي تمام وخليه يرفع ايدك وده اتواقسها هتلاقي الطلب بتاعه بيتروح من اتنين متر لاثنين متر واربعين من وش من وش الارض من وش الارض اللي هو واقف عليها لغاية تراطيف سوابعه كده هتقسل الارتفاع ده هتلاقي بيتروح من كامل كامل مايقلش عن اتنين متر ومايزدش عن كامل اتنين متر ايه اربعين دي بالنسبة للمصالحات او مختصر بسيط بالنسبة للمصالحات اللي احنا برضو هنحتاجها ونكمل عليها بيت الشغل بتاعي طب تعالى بقى نشوف المصالح جديد النهاردة ان شاء الله هنبدأ به الحلقة بتاعتنا تمام اول حاجة تعالى مع بعض كده عندي مصالح اسمه البادي مصالح اسمه ايه عرف البادي لما يجي يقول لي عرف البادي هقول له ايه تعال انبصتها كده هوت انا جايب لك صورة صغنانة كده بسيطة الاول وزي ما قلتلك انا بجيب الصورة تمام سلايتس كده هوت يوضح لك الشكل اللي انا عايز ايه عايز اشرحه وبعد يوقت ايه نتكلم عنه شايف اول درجة في السلم اول درجة دي شكلها زي باقي الدرج اللي موجود في الايه في القلبة بتاعتي لا مختلف يا استاذ مختلف يبقى انا هسمي اول درجة في السلم اول درجة في السلم هسميها بادي السلم بادي ايه بادي السلم بادي السلم ده عرضها عرض البادي بمختلف عن عرض باقي الدرج اللي موجود وممكن يكون طول الدرجة طول الدرجة زي ما انا شايفها كده اطول من باقي طول الدرجة اللي متركب في السلم يبقى ممكن اكتف بعرضها بس يكون عرضها اكبر من باقي الدرج وممكن يكون طولها طولها بس كده هوت هو اللي اطول من باقي طول الدرج طب يا استاذ بعد كده هوت انا شايف اللفة دي اه لازم اللفة ديت لازم اللفة في باقي الدرجة اللي اه اول سلمة دي لازم ان تيجي ملفوفة كده ليه عشان احافظ على اللي داخل داخل في الجزء اللي هو الفراغ اللي موجود بايه تحت السلم دوت اللي انا سمته ايه سمته منور السلم اللي انا سمته ايه يا شباب منور السلم لو انت داخل تحت كده هوت هت مثلا ايه هتشيل حاجة تحت السلم كده هوت اللي هو منور السلم دوت يبقى الجزء الملفوف ده يساعد ان اللي هيعدي رجله ما تتخبطش في السنة اللي هتبقى هنا لان الليه لان الدرجة دي يا شباب لو افلت بسنة تمام زي ما انا شايف كده هوت لو انا شايف الدرجة مقفولة بسن ادي الايمة هي تمام ودي الجنب بتاع الايمة من ايه من الجنب ده اللي هو من ناحية منور السل اللي اتنين دولت لو اتقابلوا مع بعض على هيئة سوكة سن كده هو الصغير السن ده هيبقى حامل لو عايب مسلا طفل صغير هيعد ولا حاجة ممكن رجله تتخبط في السن ده في السوكة دي ايه تغبط له وش رجله تعوره طبعا عشان حافظ على اللي معد اللي هيخش او اللي هيخرج في الجزء ده واتعمل ايه بروح لافي في السلاء اللافف حرف الدرجة دي اللي هو انف الدرجة بروح لافي في الدرجة وبرلف في السوكة اللي هو انف الدرجة طب واحد هيقول لي ايه انف الدرجة دي تفكرني يا استاذ انف الدرجة دي نقطة تقابل نقطة تقابل الايمة مع النايمة نقطة تقابل يبقى انف الدرجة عارف انف الدرجة يا استاذ هنقول لي ايه برافو عليك سامع واحد بيرد علي نقطة تقابل الايمة مع النايمة في الخط ده الخط ده تقابل الايه السطحين مع بعض في خط واحد بسميه انف الايه انف الدرغة طب الانف ده بيبقى مقفول كده هوت مع بعضه ولا في الرخام كده هوت بلاقيه مرفرف ببارز لبرة بلاقيها السوكة بتاعت الرخامة جاية عدلة ويفضل ان انا بعمل لها شكل جمال كده هوت بروح ايه بروح كسر السوكة بتاعتها حرف الرخامة بسن الصاروخ وبروح ايه وبروح بصنفرها ولمعها وروح مزبطة بعملها شطف بعملها شطف علميل او بعملها خرزانة حط ايه حطة سوكة ملفوفة زي اللي احنا شايفينها كده هوت في الدرجة اللي انا جايبها لك ديت بيبقى حرفها مشوف ملفوف يبقى دي اسمها ايه الحرف ده بسميه انف الدرغة ويه ولفتلك الجزء ده عشان ما يجرحش اللي داخل او اللي خارج يبقى ده اسمه بادي ايه يا سادزة بادي السلم ولازمان لازم بادي السلم ده يتركب على فرشة من الخرصانة لازم يتركب على فرشة من الخرصانة او دك دكة خرصانة عشان تتحمل العزم اللي هو الحمل اللي هو هيقع علي السلم كله على ايه على اول درجة في السلم ديت عشان كده هوت لازم ان ايه لازم ان تتحمل على فرشة من ايه من الخرصانة تعالى نشوف بقى المصالح اللي احنا هنكتبه في قراصتنا لما يقول ايه عرب بادي السلم هنقول له ايه على مع بعض كده نشوف البادي هو اول درجة في السلم ويأخذ اشكالا مختلفة عن باقي درج السلم فاما ان يكون او تكون اطول من باقي درج السلم يبقى اول حاجة الاشكال المختلفة ايه اما ان يكون اطول من باقي درج السلم نمر واحد وعرضها مساوي عرضها مساوي لعرض درج السلم يبقى كده ايه اول حاجة طولها اطول من باقي درج السلم وعرضها مساوي لعرض درج السلم عادي يبقى هي بس هتختلف وتتميز عن باقي الدرجة في الطول اما عرضها زي عرض باقي الدرج دي نمر واحد وعرضها مساوي لعرض درج السلم او تكون اعرض من درج السلم درج السلم مثلا عرض الدرجة بتاعت 30 لا انا هستخدم دية 35 او 36 تمام يكون اعرض او تكون اعرض من درجة سلم ويكون الطرف الحر للبادي اللي هو من ناحية الراس تمام من جهة الترابزين ايه مستدير وعرفنا مستدير ليه يا شباب تمام يبقى ده اول مصطلح في حلقتنا النهاردة اسمه بادي الايه بادي السلم او البادي تعال نشوف مصطلح تاني اسمه الترابزين اسمه الايه الترابزين كلنا بنفسه اختلف وايه مش عارفين نفرق ما بين الترابزين او الكوبستة بنقول ايه اناها مسلا ايه الكوبستة بتاعتي دية لا فيه فرق ما بين الترابزين والكوبستة فيه فرق ما بين لازم ان نفرق ما بين المصالحة دية فيه فرق ما بين الترابزين والكوبستة الترابزين اللي هو بيكون الحائط اللي بيثبت او الحاجز اللي بيثبت على حرف الدرجة من ناحية الراس الحاجز اللي بيثبت على حرف الدرغة من جهة رأس الدرغة الطرف الثاني خلاص انا بثبته جوه الحيطة وبالطريقة اللي احنا هنقولها بعد شوي تمام اما الطرف الحر الطرف الحر اللي الدرغة بسميه الطرف اللي ايه اللي هو الرأس هيتركب عليه حاجز الحاجز ده ممكن يكون معمول من المصيص عبارة عن برامي من الجبس او الرخام او معمول من الحاجز ده معمول من الحديد او معمول من الخشب او بان الحاجز ده وات من الطب ومحره او مديلهم مثلا بدل المحارة بروح كاسيها باي نوع من التاكسيات اللي تديني نحية جمالية ونحية شكلية جميلة تمام يبقى الحاجز اللي يحميني من السقوط من عالسلم يبقى ده اسمه ايه ايوا برافو عليه اسمه الترابزين يبقى اسمه ايه الترابزين يبقى الحاجز الذي يسبق عند طرف الدرقة لحماية الصاعد او الهابط من الوقوع بيبقى سميه ايه ترابزين اما اللي بيتركي فوق الترابزين لو مثلا الترابزين ده حديد تمام او خشب من فوق بروح مركب عليها شكل جمالي كدهوة حيلية كدهوة زي الاقرة مثلا او ايه اللي هو المقبض المختصر بتاع اللي هو المقبض المقبض اللي هيتركب تعالى الترابزين من فوق ده بسميه كوبستا بسميه يا شباب بسميه كوبستا الشباب الصغنان اللي كان بايه زمان كده قد بيزحلع عليه وهو نازل ولا حاجة تمام بسميه ايه بسميه كوبستا طيب تعالى بقى نعرف الترابزين مع بعض شايف الشكل الجمالي اللي انا جايبولك اهو الشكل ده تمام الشكل اللي انا شايفه اللي معمول من الكريتال او معمول من الحديد ومرشوس ومزارك الحاجز ده اللي يحمي الصعد او الهابط تمام من الوقوع تمام ده اسمه ايه ترابزين اما الجزء اللي هو الاسمر ده ده بسميه كوبستا ولسه هنشرحها ونوضحها بعد كده في المصالح يبقى لما يقول لي عرف الترابزين هنقول له ايه شباب الترابزين هو الحاجز المسبت في رؤوس الدراغات والبسطات والصدفات من جهة منور السلم من جهة منور ايه السلم ليه يا استاذ لحماية الصاعد والهابط من الايه من السقوط لحماية الصاعد او الهابط من ايه من الصوط يبقى ده ايه يا شباب ده الترابزين طيب نيجي بعد كده هو لمصطلح اسمه خط الدوس ايه هو خط الدوس يا استاذ تعال اشرحولك الاول وبسطولك خط الدوس ده اللي هو الخط التصوري اللي بيقضوا البناده ده بطبيعته بتلقياته مش محسوبة بييجي عند اول السلم وتلاقيه مسك الايه الكوبستا بايده الشمال تمام وطالع السلم بتاعك جهة اليمين انت اول ما بتخش من باب البيت او من باب العمارة تمام بتاخد بتلاقي السلم على ايدك اليمين يبقى ده اسمه سلم متيامن سلم ايه متيامن اما لما بتلاقي اتجاه السلم او تركيب السلم بدايته من ناحية الشمال اسمه سلم متياسر سلم ايه يا شباب سلم متياسر هاخد بطبيعة عادي اطلعت ومسكت الكوبستة من جهة اليمين تمام رحت اطلعت ومسكت الكوبستة كده هو تمام ورحت خدت مسافة يعني في مسافة فاصلة يعني انا مش اطلع وحك مثلا ايه يعني في الترابزين او في الكوبستة دي لا مش احضر اخبط فيه بتلاقي في مسافة فاص ايه سايبها انت بتلقائيتك عادي كده تمام بتلاقيها فاصل ما بين الترابزين والمسافة اللي انت طالع عليها بتلاقي الدرجة مع الاستخدام الطلوع والنزول كتير بتلاقي الدرجة بدأت ايه بدأت تقوص بدأت تتنيحل بدأت تتاكل سنة في سنة كدهوت يا شباب تلاقي الجزء ده بيتراوح من 30 ل50 اسمه اسمه خط الايه خط الدوس اسمه خط يا شباب خط الدوس تعال مع بعض كده نوضحه خط الدوس هو الخط التصوري الذي يأخذه الانسان بطبيعته بتلقياته يعني في حالة الصعود او الهبوط ويكون على مسافة تبعد من الترابزين من كام من 35 في بعض المنقل في بعض التخصصات الاخرى برضو زي ما قلنا ممكن تلاقيه مثلا ايه تلاقيه بتبدأ من 30 تمام تبعد من الترابزين من 35 الى اقصى حاجة كام 50 ده اسمه خط يا شباب خط الدوس تعال ان تقل خط اخر او مصطلح اخر اسمه خط الانوف اسمه خط يا شباب خط الانوف طب ايه هو خط الانوف مش انا قلت في بداية الحالة قلتلك انف الدرجة عبارة عن تقابل السطحين مع بعض سطح افقي مع سطح رأسي ادي الخط ده اسمه انف الدرجة اسمه انف يا شباب اسمه انف الدرجة طب لما اجي بالادة او بحطة مصطرة خشب كده تمام وحط المصطرة حرف المصطرة دي على سن سن الخط بتاع اللي هو تقابل الانف اللي هو تقابل الايه الافقي مع الرأسي رحاتة المصارة دي يا شباب تمام الانف دي مع الانف دي مع الانف دي مع الانف اللي بعديها تمام وصلتهم ببعض مش هتلاقي ايه انف طلعة وانف نزلة كلهم على خط واحد الخط ده بسميه خط الانوف خط ايه انف وانف وانف اسمه ايه مجموعة اسمه ايه انوف يبقى الخط النقطة الاولى او اول درقة او انف الدرقة الاولى اوصله بخط وهم كده تمام لاخر درقة الخط اللي انا عملته ده او وصلته اول درقة باخر درقة اسمه ايه اسمه خط الانوف يا شباب تعال مع بعدي كده نوضحه ونعرفه لو قال لي ايه هو خط الانوف هروح رادد عليه وقوله اهو بالصورة اهو تمام اه دي انف الدرقة انف الدرقة اللي هو تقابل الايمة مع النايمة الخط ده الخط الافقي ده اللي انا شافه ده السوكة ديت هسميها انف اللي بعدها انف طب وصلها كده حط الادة او قطعة من الخشب او الاليمونيوم حطها على حرف الايه الانوف ديت الانف والانف ده يبقى الخط ده اسمه خط الايه خط الانوف طيب ايه اللي يكتب بقى في كرستنا لو قال لي عرّف خط الانوف هروح رادد عليه وروح اعيله ايه خط الانوف هو الخط التصوري المار بانوف الدراجات الموجودة في اي قلبة ويكون ميله واحد في جميع الابات السلم في جميع الابات السلم ده اسمه ايه يا شباب خط الانوف وممكن يجيلي اكمل يقول لي خط الانوف هو الخط نوعة المار بانوف الدراجات يبقى حضرتك هتقول له ايه هو الخط التصوري هو الخط الايه التصوري المار بانوف الدراجات وممكن يجيلي يقول لي في الاول نوعة هو الخط التصوري المار بانوف الدراجات طالما قال لي أنوف الدراغات يبقى ده اسمه خط الأنوف يبقى حضرتك هتكتب في المكان الفاضي أو مكان النقط خط الأنوف وتروح مكمل بقية القطعة بتاعتي اللي هو هو الخط التصوري المار بأنوف الدراغات المار بأنوف إيه بأنوف الدراغات طيب تعال ننتقل لمصطلح آخر اسمه الكوبستة وشرحناها ووضحناها قبل كده قوات ما لما جينا شرحنا لإيه لما جينا شرحنا الترابزين وإذي الصورة بتاعتها يجبتها لك تاني هو والكلكة قادي الترابزين هو الجزء المرتفع ده تمام اللي هيحميني هروح مركب عليه أي حلية أو أي شكل جمال أي وحدة زغروفية مصنوع من الخشب أو الألمونتال أو من الحديد تمام؟ بحيث يكون ارتفاعها بيبعد من وش الكوبستة من وش الدراغة من وش اللي هو الدراغة بتاعت اللي هي إيه؟ النائمة ارتفاع الكوبستة ده بتلاقيه تسعين سنتي بتلاقيه إيه إيه؟ ارتفاعها كاما شباب بتلاقيه الإرتفاع ده تسعين سنتي إيبا ارتفاع الكوبستة بتبعد من وش النائمة ليه؟ أول الكوبستة بتاعتي ارتفاعها كان 90 سنتي تعال نقول مع بعض الكوبستة عبارة عن تسمى في بعض الأحوال بالمقبض تسمى في بعض الأحوال المقبض وتوضع على نهاية الترابزين المصنوع من الخشب أو الحديد أو الجبس حتى في الجبس اللي هو فوق البرامي بيتركب لها شكل كده هوت تمام؟ شكل جمالي زي الكورنيشة تمام؟ بتلاقيه بسا في شوية خرزنات مع سوك بيتعمل شكل جمالي وبيتركب من فوق الليه؟ الشكل دوت أو الكوبستة ديت بيركب عليها حيث ممكن اركب عليها رخامة من فوق شي كده هوت تمام؟ ورح لفف الشكل الحرف بتاعها يبقى جاي مع الخرزنات والدورانات اللي موجودة في الشكل بتاعها يبقى الجزء اللي فوق اللي هيتركب على البرامي ادي البرامي هتبقى وقفة هي؟ تمام؟ هجمع البرامي ديت واربطها من فوق بكوبستة الكوبستة ديت مصنوعة من ممكن تكون من الجبس مصنوعة من هي يا شباب مصنوعة من الجبس تمام؟ وممكن اقويها وارح صابب عليها من فوق تمام؟ اروح مركب عليها من فوق قطعة ايه؟ قطعة رخام طيب تعالى بعد جدوات نكمل بقية المصطلح مصنوعة منها الخشب او الحديد او الجبس بل نسميها ايه؟ البرامي طيب على ارتفاع يتروح من تسعين لكام؟ من تسعين لمتر لمساعدة الانسان على الصعود او الايه؟ او النزول ده بالمصطلح بتاع اسمه ايه؟ اسمه الكوبستة طيب تعالى ننتقل لمصطلح اخر اسمه فقد السلم اسمه فقد ايه شباب؟ فقد السلم طيب فقد السلم ده هو تعالى نبصتك ده هو قبل ما نتكلم عليه فقد السلم ده انا قلتلك ان الدرجة بتثبت من جهة الحيطة بتثبت في قلب الحيطة تمام؟ وبتتبيت وبايه؟ وبتحبش عليها في قلب ايه؟ في قلب الحيطة طيب الطرف التاني الطرف التاني لو هي بنسميها درجة كبولي الدرجة كبولي يبقى نقطة التثبيت بتاعتها من طرف واحد نقطة التثبيت بتاعتها من ايه من جهة واحدة اللي ايه من جهة الحيط اما الطرف الاخر بيسمى ايه طرف كبولي الطرف الكبولي ده بدل ما انا اخليه حري كده هوت فاضي تمام لا بروح جايب لوح من الخشب او قطعة من الخشب وبروح ميه مسبتها على الميل بتاعي لو ميل السلم بتاعي طيب القطعة من الخشب اللي هي المستوى المائل دوت بسميه ايه بسميه فقد السلم اسمه يا شباب الفقد اللي بيتركب عليه الدرج يبقى عرفت حضرتك كده فقد السلم تعال نقول لما يقول لي ايه هو فقد السلم اروح ايله هو العضو المائل من السلم الذي يحمل نهايات الايه السلالم اللي هي نهايات الدرج طيب تعال لحاجة جديدة ازاي اسبت درج السلالم اشرح كيفية تزبيت درج السلالم في عندي طريقتين من طرق تزبيت اللي هي درج السلالم اول اول طريقة ان انا اول حاجة اروح اروح معلم على الحيطة تمام بابن المبنى بتاعي والدنيا تمام وطلعت بالمبنى بالحيطان بتاعتي وكل الشغل بتاعي مصبوط مية ايه مية مية اروح جاي بقى على الحيطة على الطبيعة على الواقع تمام وبحدد مستوى الميل بتاع السلم بتاعه تمام بعد ما بحدده بروح معلم على الحيطة بالتبشير كده هوة الايه مكان الايمة والنايمة بتاعتي اللي هو ايه مكان الديل بتاع الدرجة مش مكان الراس مكان الديل اللي هو هيخش ويباد جوه الحيطة تمام هروح معلم هروح واخد ايه الصنبا كده وقت هروح عامل الصنبا لراس ديه لمخ الدرجة لمخ الايه لمخ الدرجة اللي هو ادي الدرجة ايه تمام قلتلك ليها سطحين افقي ورأسي اما الطرف اللي هيخش من هنا الطرف ده بسمي اللي ايه بسمي الدير هجي من هنا هجي على الجزي ده بسميه مخ الدرجة مخ الدرجة دوت يا شباب تمام هروح عامله فارما كده ايه بقطعة مثلا خشب او كرتونة مثلا وروح معلمها على الميل اللي هو على الحيطة بتاعت وروح معلم عليه تمام علمت الدرجة الاولى التانية التالتة وهالربعة وهكذا على الميل اللي ايه اللي ظهر قصادي طيب بعد جوة اروح جايب بقى اروح جايب خلي العامل ييجي يقصر اللي هي مخ الدرجة اللي هو في قلب الحيطة يغوط للحيطة يقصر للحيطة ديت تمام بعمق تقريبا الحيطة مثلا 25 هيقصر مثلا نص سمك الحيطة اللي هو مثلا 10 او 15 سنت تمام وفي ناس بتروح مقصرها كل الحيطة تمام وتلاقي الدرجة وانت ماشي مخ الدرجة بين من الشارع بعد ما بيفرغ الفراغات مكان الحيطة الشغل بقى اللي هو اللي هو النظيف تمام انه هو يقصلي نص سمك الحيطة اللي هو مثلا 10 او 15 سنت 20 سنت يقصلي مكان كل رأس درجة على الاد ما يعملهاش بقى ايه ما يعملهاش خريطة ما يعملهاش الحيطة خريطة كده هوت لا يا باش مهند يقصرها لي على الاد يعني ممكن مثلا ايه احنا بنشوف دلوقتي يروح معلم ايه العلم بتاعه ويروح جاي يروح ايه جزز بالصاروخ يروح ايه يروح قطع بالصاروخ يروح محدد القطع بتاعه بالصاروخ وبعد كده هوت تمام طبعا بزيادة عن مخ الدرقة حوالي مثلا ايه يعني زيادة في طول وعرض وارتفاق لمخ الدرقة وليكن مثلا اتنين او ثلاثة سنت تمام طيب بعد كده هوت هخليه بعد ما يقصر الكلام دوت تمام هاجي بقى انا ايه اروح منظف مكان التراب بتاعي وبعد ما نظف مكان التراب هروح طبعا ايه بخليه يرش مياع عشان التراب دوت ينزل ما يبقاش عازل ما بين طبقة المونة او الجبس اللي هيتحط تمام ويتحبش به بعد كده هوت ابدأ باول درقة اللي انا سمتها ايه سمتها باد السلم يا شباب اروح محاطة باد السلم اول درقة في السلم اروح زابطها وارروح جايب بزان المياه وارروح ايه وارروح زابط اوفقي ورأسي وتمام التمام وارروح بخلي المساعد بتاعي يروح جايب لي مثلا ايه روبط جبس كده هوت كان زمان بيسموه الجبس البلاح عشان بيشك بسرعة وارخص التمن ويسهل ويبقى سهل بعد جواتي ان انا اقصر وارروح نطر الجبس دوت يبقى سهل في ايه في تطليعه ماشي اروح مركب اروح ميه مسبت الدرقة تمام وارروح وزنها افقي ورأسي ميت فل 14 تمام تمام خلاص كده هوت الدرقة بتاعتي مصبوطة اروح ايه اروح راشل شوية مياه عشان لو فيه طراب يعمل عازل اروح راشل شوية مياه تمام وارروح محبش عليها بالجبس يبقى انا خلصت اول درقة اروح جايه التاني درقة وارروح مركبها على اول درقة اللي هي البادي تمام او ازبطها اوزنها طبعا كل جزء دوت انا اراشلت بقى مياه مره واحدة خلاص اروح ايه اروح وزبطها هوزنها أفقيه رأسي وارروح محبش عليها بالجبس لغاية اما خلص ايه القلبة الاولى ثم القلبة التانية ثم القلبة التالتة لغاية ما تلاقي نفسك ايه خلصت المستوى بتاعي او الدور بتاعي اللي متكون من قلب من قلبتين او تلاتة تمام كده تمام كده يبقى دي اسمها طريقة من طرق تثبيت الايه طريقة واحدة من طرق تثبيت الدرج تعال نقراها مع بعدي كده لو قال لي اشرح كيفية تثبيت درج السلالم هتقول له ايه اول حاجة تثبيت الدرجات المنفصلة باحدة الايه الطريقتين اول حاجة الطريقة الاولى يبنى البناء باكمله يعني ابني المنشأ بتاعي بالكامل الجميع الحوائط والدنيا تمام تمام واجبها على محل السلم يبنى البناء باكمله بصرف النظر عن موضع السلم ومن واقع الرسومات موضع السلم اللي هو المكان احنا قلنا ايه هو محل السلم يا استاذ اول مصالحة احنا قلناه في الحلقة السابقة وقلنا محل السلم هو الفراغ اللي انا سبته في المسقط الافقي تمام الاوضة اللي انا سبتها في المسقط الافقي عشان اركب فيها السلم يبقى ده اسمه محل السلم او بير السلم محل السلم او ايه لما يجي يقول لي محل السلم عرف محل السلم او بير السلم هنقول له المساحة المساحة المطروقة في المسقط الافقي تمام لانشاء السلم المساحة دهية ممكن تكون مربعة ممكن تكون مستطيلة ممكن تكون بيضوية الشكل او ممكن يكون ايه لدائرية الشكل يبقى مربع مستطيل بيضاوي ايه دائري ده اشكال ايه اشكال محل السلم طيب اول حاجة بنت المبنى بتاعي وده ايه وكل الكل الحيطان تليعتي بها وخلص اللي ايه خلص اللي ايه المبنى بتاعي اجي بعد جوة الخطوة اللي بعد كده رقم اتنين او الخطوة رقم اتنين يحدد مقدار ميل السلم المطلوب ويعلم على الحائط موضع الايه الدراغات موضع الدراغات تلوى الايه تلوى الاخرى يبقى زي ما قلتلك هحدد الميل اروح جاي كده وقت على الحيطة واروح معلم محدد الميل بالتبشير تمام اجي على الحيطة بعد اللي ايه في المكان اللي انا هابنى فيه السلم اروح محدد بالتبشير كده وقت الميل بتاع اهو ميل السلم اهو عشان يوصلني للمنسوب ده اللي هو مثلا ايه منسوب متر ونص الميل بتاع من نقطة الصفر للارتفاع او منسوب متر ونص قد الميل بتاع عشان يوصلني للمنسوب ده اروح معلم الميل بتاعه الخطوة اللي بعد كده يحدد مقدار ميل السلم المطلوب ويعلم على الحائط موضع دي الدرجات تلوى الاخرى الخطوة اللي بعد كده ثم يؤخذ فيه كسير جزء من البناء بعمق كم؟ بعمق خمساشر بعمق كم يا شباب؟ بعمق خمساشر سنتي وذلك لوضع دي الدرجة وذلك لوضع دي الوضع دي الدرجة اسبت دي الدرجة اللي هو داخل في قلب الحط ولكلك دي الدرجة ده لو طلها 30 هزود في التكسير بتاعي 2 سنتي عشان يبقى فيه فيه فاصل وفيه فضى فيه فراغ يديني حرية الحرقة ابدأ احرق الدرجة يمين شمال لقدام لفوق لتح ويبقى فيه مكان لطبقة المونة اللي انا هحبش عليها بالجبس طب يا استاذ احنا هنحبش بالجبس وبعد كده هو تتسلم دوت مع المية وفي الليه لما يجي يتمسح مثلا ولا حاجة الجبس يشرب المية تلاقي السلم دوت دي ويه عبينك دوت لا ما انت بعد ما بتوصل للمنسوب بتاعي بيبدأ بقى الراجل في الليه في التشيب في مرحلة التشيب بتاعتي بيقصر الجبس دوت وما بيسيفش مكانه ما بيسيفش قصر للجبس اللي هو ايه اللي تركب دوت او تحبش بيه او تعمل ربط الجبس في ايه فعند دل الدرقة هيقصر وينظف تمام من تمام ويجيب نفس المونة اللي ايه الرمل واسمنت واسمنت الزيادة ويروح محبش ويروح مقفل على وش الدرقة تمام ويروح مساحك دوت ويروح جايبس زي سكنت المعجون ويروح ايه ما يبقاش فيها ولا عالي ولا الوات ولا الكلام ده وممكن يجرح فيها لو هتقبل طبقة جديدة عشان ايه عشان ما تبقاش طبقة المونة دي تبقى نعمة تمام وتلاقي ان ايه لما تيجي تشطب تلاقي مثلا ايه الجزء دوت مش قابل طبقة المونة ليه لان هي الطبقة بتاعته نعمة لا لازم يجرحها يخشنها يبقى الحرف بتاعها او المونة بتاعته خشنة عشان لما يجي اركب عليها ايا كان مثلا رخام وهيتركب وينزل سئية ولا حاجة يبقى الجزء ده خشن يبقى تخش وتكلبش مع الجزء اللي هو الخشن دوت يا شباب طب تعال مع بعضك ده هو قط يا شباب ونكمل الخطوة التالتة ثم يؤخذ فيه تكسير تبدأ في تكسير جزء من المباني بعمق كام 15 سنتي عشان ايه 15 سنتي ده تخص مين عشان اسبت فيها دليل ايه الدرجة طب الخطوة اللي بعد كده البدء بعمل السلم من الطابق الارضي يعني انا ما اطلق ايه ما اعملش بقى فيها سوبرمان وابدأ بقى ايه اطلع مثلا من فوق واروح نازل لا يا باش مهندس من اول درجة ابدأ اركب اللي هي ايه اول درجة في السلم اللي هو باديل ايه باديل السلم زي ما قلت وابدأ اوزنه وقفه كوراسي تمام وابدأ اركب ايه الدرجة اللي بعديها والدرجة اللي هي التالتة الرابعة الطابق الارضي على ان توضع درجة البادي على دكة او فرشة بنسميها دكة او ايه او فرشة من الخرصانة العادية من الخرصانة اللي ايه الخرصانة العادية اللي هي الرمل والزلط او الرمل ومسلا ايه رمل ودأشوم وشوية الاسمان تبكعته والمية ما دخلتش فيها حديد تسريح يبقى خرصانة ايه خرصانة عادية تمام يبقى دي اسمها ايه اسمها فرشة طيب الخطوة اللي بعد كده يا شباب توضع فوقها الدرجة التي تليها اللي هو ايه ايوا فوق بادي السلم سبت بادي السلم اروح مركب الدرجة اللي بعديها اللي ايه رقم رقم اتنين البادي السلم اللي ايه اول درجة الدرجة اللي بعديها رقم اتنين هروح مسبتها زي ما عملت القول ايه البادي السلم واظبطها واوزينها افك ورأسي بميزان المية واروح محبش عليها توضع فوقها الدرجة التي تليها ويحبش على زيلها في الحائط بالجبس وهكذا تركب الدرجات الواحدة الواحدة تلوى الاخرى وهكذا الخطوة اللي بعد كده يا شباب الطريقة التانية يبقى احنا لما يجي يقول لي اشرح كيفية تثبيت الدرج السلم هنقول له ايه في عندي طريق تثبيت الدرج المنفصل ازاي يا باشمهندسين اول حاجة احدد بعد مبنى المبنى بتاعي واطلع بالحوائط بتاعتي اللي هي مثلا سمكها 25 وخلي بالك درج الحطان الاربع حوائط بتوع السلم لازم اقل حاجة لازم يكون سمكها 25 ماينفعش يكون سمك الحطة اللي انا هركب عليها السلم 12 12 دي يعني نص طوبة نص ايه يا شباب نص طوبة ماينفعش هتبقى ضعيفة ومش هتتحمل السلم لان اضعف مكان في البيت اللي هو مكان مين اللي هو السلم وساعة الزلازل اللي قدر الله بينصحك يقول لك ايه عند حصول هزة ارضية ما تقفش على السلم لان اضعف مكان في البيت هو الايه السلم يبقى انا في الحالة دي يا باشمانديس لازم سمك الحطة اللي هيتركب عليها الدرج ما يقلش عن كام 25 سنط عشان يبقى فيه مساحة ان انا اقدر اقصر في قلب الحطة دي تمام وليكن مثلا نص الحطة 12 سنط ونص اللي هو نص الطوبة وسيب النص التاني سليم بعد ما بقصرها بعد ما بقصرها واحدد الاماق لو حددت اماكن الدرج مخ الدرجة احد ايه زبطت تمام التمام واحد ايه وحددت مكان كل درجة في قلب الحطة تمام اروح منظف بقى مكان التكسير والطراب والاي واي حصاوس غنانة كده اروح موقعها بعد ما بنظف الطراب ده بروح رشاشها بالمية عشان يبقى ما يعملش عازل او يعمل فاصل ما بين الايه ما بين طبقة المونة والدرج والايه والحط وفي نفس الوقت كمان بعمل ايه يا باشماندس عشان لما اجي احبش عليها بالمونة تمام المونة دي اتفها كمية مية نسبة ايه نسبة مية لو انا ركل ايه لو انا حبشش المونة دي على الحطة على طول الحطة دي لو انا ما رشتهاش الحطة دي اتناشفة وممكن تكون متعرضة للشمس متعرضة للشمس يعني فيها ايه نسبة سخنية تمصلي تمصلي نسبة المية اللي موجودة في الايه موجودة في المونة طيب لما لما الطوبة دي تمص تمتص نسبة المية اللي موجودة اللي موجودة في قلب الايه في قلب المونة تضعف للمونة بعد جهوات لان المونة افتقدت نسبة المية اللي هي من المفروض تشربها او تستخدمها يبقى في الحالة دي يا شباب لازم لازم اروح رشش مكان تركيب الدرج ده بعد ما بنظفه من الاتريبة او اي حاجة موجودة فيها بروح رشاشها مية الخطوة اللي بعدها اللي هي التالتة ابدأ بتركيب اول درغة من الدور الارضي اللي هي ايه بادي السلم اصبتها بالميزان افق ورأسي وازبت نسبة الميل بتاعتي على سبيل ان المية ما تركنش مثلا في ركني من الاركان بتاعت الدرغ اخلي نسبة الميل بتاعت على سبيل ان المية لما تيجي مثلا ساعة ما تمسح السلم يبقى نسبة الميل مية ماشى في اتجاه واحد مجيش عند البسطة ولاقي مثلا ايه البسطة مقلوبة على جوه تلاقي ايه تلاقي يعني بركة مية موجودة في قلب الدرغة في قلب على البسطة في الركن الحيطة تشربها تتأثر بالرطوبة تلاقي ايه الدنيا يعني ضعفت معانا وبزت معانا فعشان كده قد لازما يبقى ايه مزبوط الدرغ بتاعي وليه نسبة ميل صغيرة تمام عشان ايه المية ما تركنش على ما بين الدرغة والحيط طيب بعد اما انت زبطت الدور بتاعك وتمام التمام خلصت هتقصر اماكن الجبس دي وتحبي ايه وتملأ اماكن الفراغة دي بمونة الاسمانت والرام كده احنا ركبنا السلم بايه باحدة الطرق المنفصلة في الطريقة التانية اللي ايه الطريقة بس مش شائعة شوية تمام عشان بتحتاج تكلفة اعلى ان انا اجي ابني الحيطة بتاعتي وانا بابني الحيطة اسيف فراغات امليها بايه بشوية الحجر اجيب شوية حجر كده هوت واملما كانت درجة ديت يا استاذ امليها واروح محبيه اروح رصص في قلبها حجر يبقى انا عملت شنيشة في قلب الحيطة حتة فتحة كده في قلب الحيطة بسمها شنيشة الشنيشة ديت بدلما سيبها فضية تمام او تتميلي اي حاجة تانية او حد ينسى ان الشنيشة دي او الفتحة ديت مكان تسبيت درجة لا ده انا بروح رصصها ايه بروح رصصها احجرة صغننة كده تمام واروح باني عليها اروح مكمل باية الحيطة وانا بابني اروح سايب الشنيشة مكان الدرجة يعني بمعنى صح كده بخلق مكان الدرجة بخلي الراجل البنة يخلق لي مكان الدرجة اللي هي بيعمل لي فتحة وهو بيبني عشان ما عودش قصر طيب الفتحة ديت هيملها ايه هيملها حجر صغنة كدهوات ويرسل الحجر ويروح باني عليها وبعد ما يخلص البنة بتاعه تمام تمام يروح مفض الحجرة ديت ويروح شايل الحجرة واروح جاي بعد دوقات اروح باني ليه اروح مسبت اول درجة بالطريقة اللي احنا قلنا عليها وبنفس الخطوات تعال امع بعض نشوف الطريقة التانية كده يا شباب الطريقة التانية لتزبيت الدرجة اول حاجة يبنى البناء مع تحديد المكان الذي توضع فيه الدرجات يبقى انا ايه يبقى في الخطوة الاولى في الخطوة في الخطوة الاولى يا شباب قلنا ايه قلنا يا شباب اني انا بنيت المبنى بتاعي تمام التمام اما هنا في ايه في الخطوة في الطريقة التانية وانت بتبني بتفرغ بتسيب اماكن الدرج بتسيب اماكن ايه الدرج يبقى انت كده مش هتقسر في الحيط تمام طيب يبقى اول خطوة يبنى البناء مع تحديد المكان الذي توضع فيه لأيه الدرغات سيبه فضيه تعال نشوف الخطوة اللي بعديها تحشى هذه الفتحات بالحجارة الصغيرة الجفة اول باول تحشى هذه الفتحات تملأ swoje الفتحات بالحجارة الصغيرة الجفة اولا باول طيب الخطوة اللي بعديها تترك فتحات اللي احنا سميناه ايه الشنايش في الجدران بنحو 20 سنتي على قدر قياس ديل الايه الدرقة على قدر ايه على قدر ايه ديل الدرقة طيب بعد كده او السياس هنعمل ايه بعد اتمام البناء وعند تركيب السلم سواء السلم ده الدرقات بتاعته من الحجارة او الرخام او المزايكو بعد اتمام البناء وعند تركيب السلم سواء كانت درقاته من الحجارة او الرخام او المزايكو المزايكو يعني تمام هنعمل ايه توضع كل درقة في مكانها بعد ازالة الحشو يبقى انا هشل الحشو وروح حاطة مكانه الدرقة وروح ما حبش عليها زي ما اتفقنا طيب بعد جدوات هنتكلم على حساب الايمة والنايمة اللي هو العنصر التاني اللي احنا اتكلمنا عليه يا شباب تمام اسمه تصميم حساب وتصميم السلالم قلنا العنصر التاني قلنا ايه في الحلقة الاولى العنصر التاني حساب وتصميم الايه السلالم حساب وتصميم السلالم يعني عايز احسب ارتفاع الايمة وارتفاع الايه وارتفاع النايمة ولكن في علاقة متربطة ما بين خطوة الإنسان وهو في مستوى مائل وما بين خطوة الإنسان في المستوى الأفقي وقلنا في المستوى المائل ضعف الحرق الخطوة بتاعته وضعف مجهوده في الخطوة هو أفقي تعال نقول مع بعض جدود قلنا إيه خلي بالك المصالحة اللي احنا نستخدمها الأيمة هنرمز لها بالرمز إيه قاف والنايمة هنرمز لها بالرمز نون طيب وارتفاعات الأيمة كام؟ ارتفاعات الأيمة من 13 ل18 وعرض النايمة من كام لكام؟ من 27 أو من 28 لأقصى حاجة لها كام؟ 33 طيب تعال نبص مع بعض كده بسرعة توجد إحنا قلناها الخطوة دي اللي هي العلاقة تمام؟ الخطوة النقطة اللي احنا عايزين نقولها ونأكد عليها في عندي قاعدتين هنشتغل عليها في تصميم لإيه؟ في حساب وتصميم الدرق في عندي قاعدة إنجليزية وفي عندي قاعدة فرنسية قلنا النايمة نون والقايمة إيه؟ قاف طيب القاعدة الإنجليزية بتقولي إيه شباب؟ أو القاعدة اللي نبدأ بالقاعدة الفرنسية قال لي 2 قاف زائد نون بيساوي بتتراوح من إيه؟ من 60 ل 66 يبقى القانون بتاعي 2 قاف زائد نون بيساوي إيه؟ بيساوي 60 إلى 66 سنط لما بجأ اشتغل في المسألة ما بقولش من 60 ل 66 لا بقولي 2 قاف زائد نون بيساوي 64 باخد المتوسط بتاعه ولا تقولي 60 ولا 61 ولا 62 تمام؟ باخد المتوسط اللي يتراوح من ال 60 اللي كان لل 66 يبقى القانون في القاعدة الفرنسية 2 قاف زائد نون بيساوي 4 إيه؟ 64 يبقى القانون بتاعه هو بالشكل ده 2 قاف زائد نون بيساوي 4 إيه؟ 64 سنط ده القاعدة لما يقولي استخدم القاعدة الإيه؟ الفرنسية أما القاعدة الإنجليزية 2 قاف ده القاعدة دي شغالها بالبوصة يا شباب بالبوصة 2 قاف زائد نون بيساوي 24 بوصة بس 2 قاف زائد نون بتساوي 24 بوصة طيب يا استاذ البوصة دي يتعاملها دي البوصة الواحدة بتساوي 2 سنت ونص 2 سنت ونص طيب الـ 2 سنت ونص دي يعني الـ 24 بوصة دي تعمل كم؟ تعمل 61 سنت يبقى القانون بتاعي بيقول القاعدة الإنجليزية 2 قاف زائد نون بيساوي 61 سنت هنخلي بنا من القاعدة دي دولت عشان ان شاء الله بعد كده هوت هنشتغل حساب سلالم ومسائل وأشكالها المختلفة وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة ويا رب تكونوا استفدتم وان شاء الله نلتقي على خير بعمر الله في حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته